في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النصوص وعرفنا المعايير الاساسية اللي بيبقى عليها النص في الفيديو ده هنتكلم عن تاني عنصر في الفيديو التعليمي وهو استخدام الصوت بطريقة فعالة ازاي تراعي الصوت عشان توصل شرحك بطريقة جذابة وممتعة اتأكد من الهدوء التام وقت التسجيل علشان الاصوات الخارجية ما تشتتش انتباه المستمع وفي المثال ده هنعرف مشكلات الصوت اثناء التسجيل وتأثيره على المستمع ركزوا معايا في الصوت اللي جيدة وشوفوا المشكلات اللي هتقابلكم قيام الدولة الاموية ودورها قامت على يد معاوية بن ابي سفيان طبعا لاحزنا هنا ان الصوت فيه تشويش وفيه مؤسرات خارجية عربية لسه بيدوروها وفيه صوت حيوانات حوالينا طبعا ده مثال خاطئ والمفروض ان احنا نعود في مكان محكم مقفول على قد ما نقدر لو كان فيه مؤسرات صوتية يعني خارجية خارجة عن الاراضة بس كت شوية لحد ما الصوت ده يعدي وبعد كده قاعدي التسجيل تاني وبعد كده هنشوف ازاي بقى بنشيل المقاطع اللي ملهاش دعوة بالموضوع في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نفلتر نفلتر الفيديو او نفلتر الصوت لحد ما نوصل لنتيجة مرضية بازن الله ده بالنسبة للوضوح رعي في صوتك ان يكون مفهوم لجميع الناس ويفضل انك تختار جمهور محدد تتفاعل معاه ان كانوا اطفال من المرحلة الابتدائية او شباب من المراحل الاعدادية والسنوية بحيث تكون مناسبة لطبيعة استوعاب اكيد الناس الاطفال هم المرحلة الابتدائية بيبقى رتم الكلام بتاحهم يبقى تحس ان هو في نوع من انواع المرح في نوع من انواع الطفولة بتكلم ذاته يعني بتنزل بالمعلومة على قدر استوعاب الطفل اما لو كانوا شباب من المراحل الاعدادية والسنوية فده طبعا بيكون اريح شوية من المرحلة الابتدائية لانهم بيبقوا طبعا بيوصلوا للمضمون بشكل عام وفي المثال ده هنتعرف على اكتر المشكلات وعيوب الشرح اولا من قيام الدولة الاموية ودرها قامت على يد معاوية بن ابي سفيان سنة 41 هجريا طبعا في المثال اللي احنا سمعنا ده طبعا احنا اول ما سمعنا الفيديو اتأثرنا جدا مش قادرين نكمل اه هو ده حال المتعلم لما بيسمع حاجة مش مألوفة يعني انت دلوقات يسامع الصوت بطيء جدا 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 لدرجة الملل طب تعالوا شوف مثال اخر قيام الدولة الاموية ودرها قامت على يد معاوية بن ابي سفيان سنة 41 هجريا وذلك بعد ان تناول له الحسن بن علي عن الخلافة وضع يعه هو اخوه الحسين رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين وسمي هذا العام 41 هجريا بعمل جماعة وذلك لانه اجتمعت كلمة المسلمين على مبيعات سيدنا معاوية واسف شوف المسلمين خيرا افادكم الله ده صوت سريع جدا 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 طبعا فيه اخطاء ملاقية كثيرة جدا طبعا مرعاش الفواصل وما مقلقاش اصلا وخلاص على كده ده حد مستعجل فما ينفعش ان احنا يكون هو ده اداء الشرح بتاعي الحل النطق السليم التحضير قبل تسجيل الدرس اهم عامل في نجاح السود حضر الدرس واتأكد من تصحيح اللغة وما خارج الالفاظ وزي ما سمعتم في المثال اللي فات السرعة بتلخط وبيبقى فيه اخطاء في القراءة طب تعالوا نشوف المثال ده ونشوف النطق السليم يبقى ازاي قيام الدولة الاموية ودورها قامت على يد معاوية بن ابي سفيان سنة واحد واربعين هجريا وذلك بعد ان تنازل له الحسن بن علي عن الخلافة وبايعه هو واخوه حسين رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين رابع حاجة الشرح والالقاء الشرح والالقاء هو المحور الاساسي اللي معتمد عليه الفيديو كله حاول يكون ليك اسلوبك المميز في عرض المعلومة تعالوا نسمع الامسنة دي ونتعرف اكتر على طرق الشرح والالقاء ونختار الافضل ما بينهم على حسب طبيعة كل مدى قيام الدولة الاموية ودورها قامت على يد معاوية بن ابي سفيان سنة واحد واربعين هجريا وذلك بعد ان تنازل له الحسن بن علي عن الخلافة هنلاحظ هنا ان في مؤثر صوتي يعني تاريخي موسيقى تاريخية في الخلفية فركزوا معاها قوي كده وبايعه هو واخوه حسين رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين طبعا رعينا هنا في الموسيقى او المؤثر الصوتي اللي هو الموسيقى انه يكون منخفط شوية او منخفط نسبيا بحيث انه ما يقصرش على طريقة الشرح بتاعتي ليه؟ هو بيساعد في الاندماج او انا بعمل زي بعد كده للدرس بحيث انه يتفاعل معايا حيث انه سامح حاجة هو مش متضايق منها وفي نفس الوقت داخل في مود المذاكرة ومود الدرس وبيتفاعل معايا بشكل قوي الزهن وصاحي معايا طيب تعالوا نشوف مثال تاني طبعا المثال الاولاني ده لو انا هتكلم بلغة عربية فصحة لازم تبقى الموضوع سلس وبسيط مايبقاش معقد تعالوا نشوف المثال التاني لو احنا هنتكلم بلغة عامية او بشكل دارج بحيث ان احنا نبسط المعلومة على قد ما نقوم طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم باللغة الدرجة دي في كل اللغات في طبيعة مواد بتحتاج انك لازم تتكلم بلغة عربية فصحة دي بالنسبة لللغويات او في الحاجات اللي فيها نحو خصوصا النحو ما عنديش مشكلة انك تقرأ اللغة العربية قراءة صحيحة وتفسر بعدها باللغة العامية لكن ما ينفعش يبقى عندك درس القراءة وتقوم تشرحوا بال يعني تتكلم بالعامية او تقرأوا بالعامية لا ما ينفعش لازم الاول تجمع ما بين الطريقتين ده بالنسبة لللغة العربية دي بالذات في اللغة العربية اما باقي المواد التانية زي الدراسات وفي العلوم مسموح لك ان انت تلعب زي ما انت عايز عايز تتكلم باللغة العربية الفصحة اتكلم عايز تتكلم باللغة العامية برضو اتكلم تعالوا نشوف المثال ده ونتعرف اكتر على الطريقة التانية هنتكلم النهاردة عن قيام الدولة الاموية ودرها الدولة الاموية قامت على يد معاوية ابن ابي سوفيان سنة 41 هجري وده بعد اما تنازل ليه حسن ابن علي عن الخلافة وبيعه هو واخوه حسين رضي الله عنهما حكما لجماء المسلمين هنلاحظ هنا ان القراءة اجت بشكل عامي يعني هو بيفسر النص بحيث ان هو يقرأ وفي نفس الوقت بلغة عامية يعني بدل ما يقول قامت على يد معاوية لا فسر ايه الدولة الاموية قامت على يد معاوية ابن ابي سوفيان وابتدى يشرح الدرس بهذا الاسلوب بشكل بسيط وبحيث ان اللي بيسمع حاسس ان هو مش متدايق وفي نفس الوقت حاسس انه فاهم طبعا دي كلها امثلة صحيحة تختار النموذج اللي يتناسب مع طبيعة المادة اللي بتشرحها وده مهم جدا المؤسرات الصوتية ليها عامل اضافي بيعزز من الاندماج في الدرس وبيدي احساس بالواقعية لما تكون مناسبة في صياق الدرس تعالوا نشوف المثال ده لو بتشرح درسة عن الانهار لاحظ ان الصورة الوحدها وصلت المعنى تعالوا نشوف المؤسر المؤسر هنا اضاف للصورة الواقعية وساعدت على التركيز اما بقى لقدر الله لو اخترت مؤسر مالوش علاقة بالموضوع هتشتت الانتباه وهنبعد عن هدف الدرس وبعد اما تعرفنا على الجزئيات الاساسية في جوضة الصوت والشرح تعالوا نشوف مثال متكامل هنعرف منه قد ايه الموضوع بسيط وممتع قيام الدولة الاموية ودورها قامت على يد معاوية بن ابي سفيان سنة واحد واربعين هجريا وذلك بعد ان تنازل له الحسن بن علي عن الخلافة وبايعه هو واخوه حسين رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين وسمي هذا العام بعام الجماعة وذلك لانه اجتمعت كلمة المسلمين على مبايعة سيدنا معاوية واستبشر المسلمين خيرا في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن استخدام الصورة الفاعلية في الفيديو التعليم اشكركم على حسن امتبعتكم ونفهم نتعلم بمصادر